انا لما بكون سهران لما بكون في برة بكون سهران في مكان ويطلع حدي غني يا حبيبتي يا مصر ولا غني جنوة مني بتصير بتين حالة الشجن اقسم بالله بأعايز اركب طيارتي وارجع حتى لو راح اتفتح والله العظيم والله العظيم بكون خارج اتفتح او خارج مع اصحابي او رايح اي بلد عربية ولا بتاع واسهر في مكان واسمع غنوة مصرية ولا بعيد عنك حياتي عذاب بحثت بحنين لشوارع بلدي مش عارف ليه لكن انا لما كون سهران في مكان وابقى كل الاغاني اللي بتادوا يحفظوها حتى المطربين السوريين واللبنانيين في البلاد العربية لان معظمها بتبقى مطربين سوريين ولبنانيين واحيانا المصريين الاقي بياخدوا الناجح بتاع هنا لما يكون الناجح بتاع هنا شاء الله في البحر بيرة يبقى انا عايز هناك حزين على نفسي وحزيني فيني هنيتي وحزيني على ان بلدي وصلنا للمحالة دي فانا بقى اقطع على نفسي عحد قدام حضرتك وقدام جموع مشاهدين الامة العربية كلها ان لم يحترموا مصر ويحترموا الفن المصري ويحترموا انهم يتزايلون ديل الفن المصري اللي اوله ام كرفدوم وعبدالوهاب وعبدالحليم لا هنقف بقى وهتبقى وقفة قاتلة وهتبقى وقفة قاتلة وما فيناش من زعل لا مفيش من زعل وانا لما بزعل ما ببكيش على الحد لما بزعل حد ما ببكيش عليه لانه هو بيبقى اكبرني على ان ازعل وانا مش بزعل دلوقتي زعل شخصي انا زعلان على بلدي طبعا فقراري هيكون نادع من زعلي على بلدي مش مختلفين انا عايز اشكرك اشتركوا في القناة